تحت وطأة توطرات جيوسياسية وأوضاع إقليمية وسياسة نقضية متشددة عالميا كان الاقتصاد المصري يئن في عام 2023 فالعملة المحلية المهددة بمزيد من التراجع فقدت نحو 20% من قيمتها أمام الدولار خلال العام من عكس على ارتفاع الأسعار من سلع غذائية واستهلاكية وغير استهلاكية حتى دفعت التضخم عند مستويات كانت الأعلى على الإطلاق وتخطط معدلات الفائدة 20% نهيك عن مستوى الديون الخارجية التي تعدت 264 مليار دولار ما أثقل كاهل الموازنة العامة ورفع كلفة الاقتراض الحكومي السياسة النقضية التي تم التخزي من قوال البنك المركزي لم تأتي بصمارها معنى كده أن السياسة المالية التي تخزيتها وزارة المالية لم تأتي بصمار جيدة على الوضع الاقتصاد فالمطلوب يعني التأسلات ونعدد ما هي التأسلات التي أصابت قصود مصري هنلاقي فيه سهل عن تأسلات سلبيا كتير وهنلاقي قطعات كثيرة وعديدة التي تكون منها القصود المصري تأثرت نتيجة الارتفاع معتل للتضخم ارتفاع الأسعار ارتفاع مساعدة